نبدأ فقرة المنشطة بالصحفة القومية البداية دائما من جريدة الأهرام التي جاء في عنوين الرئيس عصر جديد للتعاون بين مصر والأردن والعراق تنسيق استراتيجي لمواجهة التحديات وإعادة الاستقرار إلى الشرق الأوسط تعزيز العلاقات ودعم الحق الفلسطيني ومكافحة الإرهاب وسط الصفحة للترنت يعرقل أولى امتحانات التبريد وزير الدفاع يبحثم عن نظيره الصينية تعاون العسكري والانتهاء من تعديلات الدستور منتصف إبريل الاستعلامات تقرير بي بي سي عن مصر تحريضي السياحة منتزمون بحكم إلغاء رسوم تكرار العمرة وتظلمات استبعاد التموين مستمرة حتى بعد غد ننتقل من جريدة الأهرام القومية إلى جريدة الأخبار الحكومية التي سطرت وقلت بيان مشترك لقادة مصر والأردن والعراق في ختام قمة بالقاهرة مكافحة الإرهاب بكل صوره والاستكمال المعركة الشاملة ضدها دعم حصول الشعب الفلسطيني على كافة حقوقه وإيجاد حلول لأزمات المنطقة في الصفحة أيضا 15 مايو استاذ القاهرة جاهز لكان 2019 المنتخب جاهز لمواجهة نصور نيجيريا غدا أنواب الانتهاء من التعديلات الدستورية منتصف إبريل السيستيم يتعثر في أول اختبار على التبلد ننتقل من الصحافة القومية إلى الصحافة الخاصة البداية من جريدة المصري اليوم التي جاء في أعلىها الأهل يحاولوا ضم حجازي وأيمن أشرف يتعافى صبحي يطالبوا الجبلية بكشف حقيقة المرهنة فشلوا السيستيم في أول امتحان تجريبي بالتبلد سقط في 26 محافظة والتعليم دخوله 2 مليون السبب القمة الثلاثية الأمن العربي واجهه تحديات غير مسبوقة في وسط الصفحة انتهاء إجراءات النواب لتعديل الدستور منتصف إبريل الأمور المستعجلة تشطب طعن الحكومة على حكم المعاشات ننتقل من جريدة المصري اليوم إلى جريدة الشروق التي جاء في منتصف أعلىها مجلس النواب الوطنية للانتخابات ستدعو للاستفتاء على التعديلات الدستورية في أبريل قمة القاهرة الثلاثية تعاون لاستعادة استقرار المنطقة مشاكل في السيستيم أول أيام امتحان التبلد وسط الصفحة تقرير منفذ هجوم نيوزيلاند كان ينوي استهداف حضانة للأطفال مواطنون يقتحمون مع هذا القلب بإمبابة ويحطمون أجهزة طبية بـ 20 مليون جنيه وأخيرا رغم ما تكرم الفتى المصري منقذ الأطفال الإيطاليين ننتقل الآن إلى جريدة الوطن التي جاء في عنوينها الرئيسية قدت مصر والأردن والعراق إيد واحدة لمواجهة الإرهاب والسعادة التضامن العربي في الأخبار المحلية السيستيم يسقط التعليم في أول اختبار التبلد سفير إثيوبيا السيسي قال لي بياهو النيل دم واحد في عروقنا المستعجلة تشطب استشكال التضامن على حكم المعاشات نختم فقرة المنشطات بجريدة اليوم السابع التي جاء في أعلى عنوينها اتفاق بين مصر والعراق والأردن على مواجهة الإرهاب حياء حلم العمل العربي المشترك في قمة القاهرة أنواب إجراءات تعديل الدستور تنتهي في منتصف أبريل وفي زيل الصفحة الأمور المستعجلة تشطب استشكال التضامن لوقف حكم علوات المعاشات وأخيرا التعليم تؤكد حل المشكلات الفنية لأول امتحان إلكتروني